السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان يهود يثرب قبل الإسلام يتفخرون على أهل الأوثان من الأوس والخزرج بعلم الكتاب وكان هناك شرور بين يهود يثرب والأوس والخزرج فإذا نال الأوس والخزرج بعض المكاسب قال لهم اليهود إنه قد تقارب زمان نبيه يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم وكانوا يعتقدون أن هذا النبي سوف يبعث من بني إسرائيل فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم مبشرا ونزيرا ومصدقا لما بين أيديهم من الطورة استحبوا العمى على الهدى وتحولوا من الإيمان إلى الكفر وقالوا وقال بني إسرائيل لنبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قلوبنا مغطاه لا ينفذ إليها قولك وليس الأمر كما ادعوا بل قلوبهم ملعونة مطرودة من رحمة الله بسبب جحودهم وكفرهم فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا لا ينفعهم ولا يؤمن منهم إلا قوم قليل تبا لكم يا بني إسرائيل تعلمون حقيقة محمد صلى الله عليه وسلم وعلامات نبواته المذكور عندكم في الطورة وتفعلون كل هذا وامتلأت قلوبكم بالبغي والحسد وطبع الله على قلوبكم بالكفر والجحود وتقرأ الآية الكريمة على كراءتين صحيحتين وقالوا قلوبنا غلف بزكون اللام وقالوا قلوبنا غلف بضم اللام فما الفرق في المعنى بين غلف وغلف غلف أي مغطى عليها أغلفة وأغطية لا ينفذ إليها الحق أما معنى غلف فقد كان اليهود يقولون لمحمد صلى الله عليه وسلم أن قلوبنا أوعية لكل علم فلا نحتاج إلى علمك ورد الله على كذبهم فالله عز وجل هو من أبعدهم عن رحمته وهدايته بسبب كفرهم فكان اليهود يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض فكانوا يأخذون ما يحبون ويتركون ما يبغضون صدق اليهود بما جاء في الطورات من وحدانية الله والبعث والثواب والعقاب وكفروا بما جاء في الطورات من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ووجوب الإيمان به واتباعه فلم ينفعهم الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض وإن كان ظاهر الحديث موجه لليهود لكن للأسف الشديد من الأمة الإسلامية من يعلمون الحق ثم ينكرون ثم يحاربون الحق فهؤلاء ملعونون مطرودون من رحمة الله عز وجل فقليلا ما يؤمنون قال قتادة لا يؤمن منهم إلا قليل لأن من آمن من المشركين أكثر بكثير ممن آمن من اليهود قال الله تعالى وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون قال ابن الباز رحمه الله فاهم اليهود وعقلوا حقيقة محمد صلى الله عليه وسلم ولكن البغي والحسد ردهم عن اتباعه فطبع الله على قلوبهم بالكفر وأعرضوا عن الحق حتى هلكوا وكأنهم يقولون للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم لا تتعب نفسك فلن نؤمن بك دعوة جميع الأنبياء والرسل دعوة التوحيد فمن قصد الحق وفقه الله إليه ومن قصد طريق الهوى ضل عن الحق قال فضيلة الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه من واجه الله بالكفر ورفض الاستماع إلى آياته ورفض التأمل في الكون وفي خلق السماوات والأرض وفي خلق نفسه فهو من بدأ واستحق من الله عز وجل اللعنة فالله عز وجل لا يهدي قهرا أو قصرا بل يعطيك الاختيار تختار ما بين الإيمان والكفر ما بين الحق والهوى فإذا اخترت الكفر لا يجبرك الله على الإيمان وإذا اخترت الفسوق لا يجبرك الله على الطاعة فيكون الحساب والثواب والعقاب في الآخرة عدلا من الله نعم أثبت الله عز وجل لنفسه طلاقة قدرته فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء ولكن الله عز وجل لا يهدي القوم الفاسقين والله لا يهدي القوم الفاسقين ولا يهدي القوم الظالمين وبكل تأكيد لا يهدي القوم الكافرين والله لا يهدي القوم الكافرين فالله تبارك وتعالى لا يتودد إلى الناس لكي يؤمنوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين ومن ينتفى بالإيمان هو العبد وليس الله عز وجل وصح عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أرضى أنه قال القلوب أربع قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن وقلب أغلف فذلك قلب الكافر وقلب منكوس فذلك قلب المنافق عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمية وقلب تمده مادتان مادة إيمان ومادة نفاق هو لما غلب عليه من هماء فأي القلوب نحن نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل قلوبنا ممن تجرد لله وأن يملأ قلوبنا بنور الإيمان شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر